كلام العقائدي وتبيان السنة في موضوع الحكام لم يعد يهتم لهم من يسمون أنفسهم بالمعارضة المصرية تتشوف واحد مثل عبدالله الشريف ترك الخطاب الديني وقال بعلماني تركي بعدما كان يناصر الدواعش والطالبان والقاعدة يعني هو نفس أهمل منهم لذلك نكلمهم منظورهم والدنيوي ونشوفوا إذا قضيتهم فيها مصلحة أو خير عن موضوع تصفية حسابات فقط لنفترض أنك أنت يا عبدالله الشريف هو معتز مطر أو أي إخواني منكم هو السيسي نفترض أنك أنت السيسي الآن لديك أكثر من 100 مليون مواطن زائد مواطني غير منتجين يعني ليسوا صينيين ولا يابانيين ولا حتى هنود زائد بلد ليست بالغانية كالدول البترولية والغازية هنا ستضر للإقتراض بسداد ديون وحاجيات هذا الكوكب الذي تحكم ويطعام ملايين الأفوال حتى يصبح ما يقارب 50% من ناتجك المحلي ديون أو ربما أكثر وبعدها صندوق النقد يطلب أمواله ويطلب منك أن ترفع الدعم على المواطنين وهنا تزداد الأسعار فيخرج عليك الملايين بحجة أنك تسرق أموالهم ومنك لله أيها الظالم المفتري فعنت هنا إما تتركها تخرب وتروح للهوية أو يكون عندك حل طويل الأمد وأنك تضخ أموال القروض في مشاريع استثمارية مثلا وتروح تعمل مشاريع فيخرج لك المواطن منك لله خليت الشعب جائع وتبني في مباني لحول ولا قوة إلا بالله ارحل يا فاشل ارحل يا فاشل ارحل يا فاشل هنا أنت كمعارض عبقر خليك من السيسي الآن ما هي حلولك الاقتصادية العملية وكيف تحكم عشر سنوات كاملة دون أن تلقى أي هجوم وتعيد الديون وتبني اقتصاد قوي وشعب منتج أعطونا خطتكم الاقتصادية لعشر سنوات مقبلة مثلا أما أنك تجلس في لندن وتقول ياخي السيسي ياخي السيسي وتبكي على زمن الإخوان أيام المصارعات في قناة الحافظ وتتمعشق في حازم أبو اسماعيل فهذا ليس حل أقول صراحة نحن نريد أن يكون حكم مصر بيد الإخوان ولا يهمون اقتصاد ولا مصير مصر صراحة